السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في هذا الدرس الجديد من دروس مادة الرياضيات لطلاب الصف الثامن درسنا اليوم عبارة عن مراجعة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول وبالتحديد مراجعة الوحدة الثانية أهداف الدرس في هذا الفيديو أعزائي الطلاب سنحل تدريبات تتضمن كيفية أولا حل المعادلات متعددة القطوات ثانيا إيجاد ميل مستقيم باستعمال طرائق مختلفة ثالثا كتابة معادلة خطية في الصيغة Y equals MX لوصف علاقة التناسب رابعا تمثيل معادلة خطية في الصيغة Y equals MX بيانيا خامسا تحديد المقطع Y لعلاقات خطية سادسا كتابة معادلة خطية في الصيغة Y equals MX بلاس بي لوصف علاقة غير تناسبية سابعا تمثيل معادلة خطية في الصيغة Y equals MX بلاس بي بيانيا ننتقل الآن إلى هذه المراجعة السريعة من خلال طرح السؤال التالي حل المعادلات من خطوة واحدة التالية باستعمال العمليات العكسية لحل المعادلة X plus 3 equals 8 سنحاول عزل المتغير X بطرح 3 من طرفي المعادلة بعد التبسيط سنجد أن X equals 5 بنفس الطريقة ولعزل المتغير X في المعادلة X minus 1 equals negative 7 سنضيف 1 لطرفي المعادلة وبعد التبسيط سنجد أن X equals negative 6 في المعادلة 0.8X equals 24 ولعزل المتغير X وباستعمال العمليات العكسية سنقسم طرفي المعادلة على 0.8 بعد التبسيط يصار المعادلة وضرب بسط ومقام الكسر 24 over 0.8 في 10 في يمين المعادلة سنجد أن X equals 240 over 8 أي X equals 30 أخيرا لعزل المتغير X في المعادلة 3 over 4 X equals 15 سنضرب طرفي المعادلة في 4 over 3 بعد التبسيط يصار ويمين المعادلة سنجد أن X equals 20 كذلك عند حل المعادلات المتعددة للخطوات مثل 35 plus 14 X plus X equals 65 أحيانا أولا تجمع الحدود المتشابهة والحدود المتشابهة في المقدار الجبري كما تعلمون هي الحدود التي تحتوي على نفس المتغيرات مرفوعة إلى نفس الأس وبالتالي بعد تجميع الحدين المتشابهين 14 X و X سنحصل على 35 plus 15 X equals 65 من جهة أخرى لإيجاد مفكوك المقدار negative 7 times بين قوسين 2 X minus 1 استعمل خاصية التوزيع وذلك بضرب العامل الموجود خارج القوسين negative 7 في كلا الحدين 2 X و negative 1 كالتالي negative 7 times بين قوسين 2 X minus 1 equals negative 7 times 2 X plus negative 7 times negative 1 which is equal to negative 14 X plus 7 ننتقل الآن إلى التمرين 14 صفحة 22 من كراس التمرين وهذا نصه سجل بدر 1 over 10 أي عشر النقاط التي أحرزها فريقه في مباراة بطولة العام لكرة السلة سجل جابر 1 over 4 أي ربع النقاط التي أحرزها فريقه في هذه المباراة العدد الكلي للنقاط التي سجلها هذان اللاعبان هو 21 نقطة البطلوب أكتب معادلة لتمثيل الموقف ما العدد الكلي للنقاط التي أحرزها الفريق أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل المطلوب في هذه المسألة هو كتابة معادلة تمثل الموقف وتحديد العدد الكلي للنقاط التي أحرزها الفريق لذلك سنفترض في خطوة أولى أن المتغير N يمثل العدد الكلي للنقاط التي أحرزها الفريق لكن حسب معطيات المسألة العدد الكلي للنقاط التي سجلها هذان اللاعبان هو 21 نقطة إذن نستطيع أن نكتب أن النقاط التي سجلها بدر زائد النقاط التي سجلها جابر equals 21 نقطة حسب معطيات المسألة النقاط التي سجلها بدر هي 1 over 10 النقاط التي أحرزها كل الفريق إذن يمكن أن نعبر عنها بدلالة N بالمقدار 1 over 10 N plus النقاط التي سجلها جابر وهي 1 over 4 النقاط التي أحرزها كل الفريق إذن يمكن أن نعبر عليها بدلالة N بالمقدار 1 over 4 N which is equal to 21 وهكذا نكون قد مثلنا الموقف الوارد في هذه المسألة بالمعادلة 1 over 10 N plus 1 over 4 N equals 21 الآن لحل هذه المعادلة وإيجاد القيمة العددية لأن سنقوم بتجميع الحدود المتشابهة في هذه المعادلة كالتالي لجمع الكسور داخل الأقواس سنقوم أولا بتوحيد المقامات من خلال ضرب بسط ومقام الكسر 1 over 10 في 4 وبسط ومقام 1 over 4 في 10 لنحصل على المعادلة التالية 4 over 40 plus 10 over 40 بين قوسين times N equals 21 أي 14 over 40 N equals 21 لإيجاد العدد الكلي للنقاط التي أحرزها الفريق سنحاول عزل المتغير N في المعادلة 14 over 40 N equals 21 وذلك باستعمال العمليات العكسية من خلال ضرب طرفي المعادلة في 40 over 14 بعد الإختصار يصار المعادلة ويمين المعادلة سنجد أن N equals 60 إذن العدد الكلي للنقاط التي أحرزها الفريق هو 60 نقطة ننتقل الآن إلى التمرين 6 صفحة 23 من كراس التمرين وهذا نصه تكلفة استئجار سيارة لمدة أسبوع من إحدى الوكلات يساوي 960 كتر ريال يضاف إليه 1.25 كتر ريال عن كل كيلومتر تقطعه السيارة في هذا الأسبوع تكلفة استئجار حافلة صغيرة لمدة أسبوع يساوي 760 كتر ريال يضاف إليه 1.75 كتر ريال عن كل كيلومتر تقطعه الحافلة في هذا الأسبوع المطلوب متى تتساوى التكلفتان الكليتان لاستئجار المركبتين؟ لمساعدتكم على الحل افترض أن المتغير X يمثل عدد الكيلومترات اللازمة لتتساوى التكلفتان الكليتان لاستئجار المركبتين حيث حسب المعطيات تكلفة استئجار حافلة صغيرة بعد قطع X كيلومتر يساوي 760 كتر ريال يضاف إليه 1.75 كتر ريال عن كل كيلومتر تقطعه الحافلة أي 1.75 X كذلك تكلفة استئجار سيارة بعد قطع X كيلومتر تساوي 960 كتر ريال يضاف إليه 1.25 X أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل استعمل مخطط الأشرطة لكتابة معادلة وحلها لإيجاد قيمة X إذن يمكننا أن نعبر عن مخطط الأشرطة السابق بهذه المعادلة 1.75 X plus 760 equals 1.25 X plus 960 في خطوة الأولى سنجمع الحدود المتشابهة في أحد طرفي المعادلة وباستعمال العمليات العكسية سنطرح 1.25 X من طرفي هذه المعادلة بعد الاختصار في يمين المعادلة وطرح 1.25 X من 1.75 X سنحصل على المعادلة التالية 0.5 X plus 760 equals 960 باستعمال العمليات العكسية ومن خلال طرح 760 من طرفي المعادلة وبعد الاختصار في يصار هذه المعادلة وطرح 760 من 960 في يمينها سنجد أن 0.5 X equals 200 الآن لعزل المتغير X سنقوم بقسم الطرفي المعادلة على 0.5 كذلك بعد الاختصار في يصار المعادلة وضرب بسط ومقام الكسر 200 over 0.5 في 10 يصبح لدينا X equals 2000 over 5 أي X equals 400 وبالتالي ستتساوى التكلفتان الكليتان لاستئجار المركبتين بعد قطع 400 كيلوميترس ننتقل الآن إلى التمرين 2 صفحة 25 من كراسة التمرين وهذا نصه استعمل خاصية التوزيع لحل المعادلة 25 minus بين قوسين 3X plus 5 equals 2 times بين قوسين X plus 8 plus X أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل في هذه المعادلة وبما أن negative بين قوسين B plus C equals negative 1 times بين قوسين B plus C فإن المقدار negative بين قوسين 3X plus 5 يمكن أن يكتب negative 1 times بين قوسين 3X plus 5 والتصبح المعادلة كالتالي 25 minus 1 times بين قوسين 3X plus 5 equals 2 times بين قوسين X plus 8 plus X الآن وباستعمال خاصية التوزيع والتي تنص على أن A times بين قوسين B plus or minus C equals A times B plus or minus A times C وبعد توزيع العامل negative 1 على الحدين 3X و5 وتوزيع العامل 2 على الحدين X و8 سنحصل على المعادلة التالية 25 minus 3X minus 5 equals 2X plus 16 plus X الآن استعمال العمريات العكسية لتجميع الحدود المتشابهة في أحد طرفي المعادلة من خلال إضافة 3X لطرفي المعادلة كالتالي بعد الاختصار سنطرح 16 من طرفي المعادلة كالتالي بعد الاختصار سنجد أن 25 minus 5 minus 16 equals 2X plus X plus 3X وكما تلاحظون أصبحت الحدود المتغيرة المتشابهة يمين المعادلة والحدود الثابتة في يسارها تعلمون كذلك أعزائي الطلاب أن الفرق بين حدين A وB هو مجموع الحد الأول A والنظير الجمعي للحد الثاني B أي negative B لذلك المعادلة السابقة يمكن كتابتها كالتالي 25 plus negative 5 plus negative 16 equals 6X يعني أن 25 plus negative 21 equals 6X وبالتالي فإن 4 equals 6X ولعزل المتغير X سنقسم طرفي المعادلة على 6 بعد الاختصار سنجد أن 4 over 6 equals X وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال في هذا التمرين نصل الآن إلى هذه المراجعة السريعة الثانية وهذا نصها الميل هو قياس انحضار مستقيم ويمثل نسبة المسافة الرأسية إلى المسافة الأفقية بين نقطتين على هذا المستقيم مثلا إذا اخترنا هذه النقطة الممثلة بالزوج المرتب 1 and 8 على هذا المستقيم وهذه النقطة الممثلة بالزوج المرتب 3 and 24 على نفس هذا المستقيم يمكننا حساب ميله باستعمال الصيغة التالية الميل مساون لي ناتج النسبة الارتفاع الرأسي إلى الامتداد الأفقي equals الارتفاع الرأسي سيكون مساون لي التغير في الأحداث Y over الامتداد الأفقي مساون لي التغير في الأحداث X equals Y2 minus Y1 over X2 minus X1 وبالتالي الارتفاع الرأسي equals Y2 A24 minus Y1 A8 which is equal to 16 كذلك الامتداد الأفقي equals X2 A3 minus X1 A1 equals 2 إذن ناتج النسبة الارتفاع الرأسي إلى الامتداد الأفقي مساون لي 16 over 2 which is equal to 8 ومنه فإن ميل هذا المستقيم مساون لي 8 ممتاز حسب رأيكم أعزائي الطلاب هل يمكن استعمال أي نقطتين على المستقيم في صغة الميل؟ وضح إجابتك أحسنتم نعم يمكن استعمال أي نقطتين على المستقيم لأن ميل المستقيم هو نفسه عند أي نقطة على المستقيم وهو يمثل نسبة ثابتة حيث أن في علاقة التناسب ميل المستقيم يساوي معدل الوحدة وثابت التناسب وبما أن عدد الركاب في العرب الواحد هو 8 إذن فثابت التناسب Y2 X equals 8 over 1 equals 8 والذي بدوره مساون لميل هذا المستقيم من جهة أخرى سنجد أن معادلة المستقيم Y equals MX هي نفس معادلة علاقة التناسب Y equals KX إذن سنكتب صيغة المعادلة الخطية أو معادلة المستقيم التي تمثل علاقة التناسب لأن التمثيل البياني يمر بالنقطة 0 and 0 وبما أن ميل المستقيم مساون لي 8 فإن Y equals 8X الآن ما النقطة التي تقع على التمثيل البياني لكل مستقيم صيغة معادلته Y equals MX أحسنتم إنها نقطة الأصل 0 and 0 ننتقل الآن إلى التمرين 3 صفحة 31 من كراسة التمرين وهذا نصه أوجد ميل المستقيم المار من النقطتين 10 and 0 و 6 and 21 أوقفوا الفيديو عزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل تعلمون جيدا عزائي الطلاب وبصفة عامة أنه إذا كان لدينا مستقيم يمر بالنقطتين X1 and Y1 وX2 and Y2 فإن ميل هذا المستقيم سيكون مساون لي Y2 minus Y1 over X2 minus X1 والمهم هنا ليس أي نقطة إحداثياتها X1 and Y1 أو X2 and Y2 بل المهم هنا المحافظة على نفس الترتيب عند تعويض قيم X و Y وحسب معطيات المسألة فإن المستقيم يمر بالنقطتين 10 and 0 و 6 and 24 لو اخترنا أن نمثل الأحداث X1 ب10 والأحداث Y1 ب0 والأحداث X2 ب6 والأحداث Y2 ب24 فإن ميل المستقيم سيكون مساون لي Y2 minus Y1 over X2 minus X1 equals Y2 أي 24 minus Y1 أي 0 over X2 أي 6 minus X1 أي 10 which is equal to 24 over negative 4 بعد الاختصار سنحصل على 6 over negative 1 which is equal to negative 6 إذن ميل المستقيم equals negative 6 وهكذا نكون قد أجبنا على سؤال هذا التمرين ننتقل الآن إلى التمرين 5 صفحة 31 من كراسة التمرين وهذا نصه يمثل التمثيل البياني نمو نبتة بالسنتيمتر بمرور الزمن السؤال A ما ميل المستقيم؟ السؤال B برر منطقيا ما معنى ميل المستقيم؟ أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة شكرا على المحاولة وإليكم الحل الميل كما تعلمون أعزائي الطلاب هو ناتج النسبة الارتفاع الرأسي إلى الامتداد الأفقي ولحساب الميل يكفي أن نختار نقطتين على المستقيم مثلا هذه النقطة وهذه النقطة وللوصول من هنا إلى هنا سنتحرك إلى اليمين لنصل للعدد 2 أي الامتداد الأفقي مساون لـ 2 ثم سنتحرك ثلاث وحدات للأعلى أي أن الارتفاع الرأسي مساون لـ 3 ومنه فإن ميل هذا المستقيم مساون لـ 3 over 2 ممتاز الآن ما معنى ميل هذا المستقيم؟ أحسنتم ميل المستقيم في هذه الحالة يعني أن طول النبتة يزداد بمقدار 3 سنتيمترز كل أسبوعين ننتقل الآن إلى التمرين 3 صفحة 33 من كراسة التمرين وهذا نصه مثل المعادلة Y equals 2 over 3 X بيانيا في المستوى الأحداثي أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل التمثيل البياني للمعادلة Y equals 2 over 3 X سيكون مستقيما ويمر من نقطة الأصل إذن فالعلاقة بين المتغير Y والمتغير X هي علاقة تناسبية يمكن أن نمثلها بصفة عامة بالصيغة Y equals MX حيث M هو ميل المستقيم وبما أن المستقيم سيمر من هذه النقطة أي نقطة الأصل يكفي أن نحدد نقطة ثانية يمر منها هذا المستقيم حتى نستطيع رسمه لكن حسب المعطيات Y equals 2 over 3 X إذن ميل هذا المستقيم مساون ل2 over 3 وبما أن الميل مساون لناتج النسبة الارتفاع الرأسي إلى الامتداد الأفقي equals 2 over 3 فإنه وانتلاقا من نقطة الأصل سنتحرك ثلاث وحدات إلى اليمين كامتداد أفقي سينتج عنها تحرك بوحدتين إلى الأعلى كارتفاع رأسي وبذلك نحصل على النقطة الثانية التي تتيح لنا رسم المستقيم كالتالي ننتقل الآن إلى التمرين 4 صفحة 33 من كراس التمرين وهذا نصه ينوي أحد المتطوعين العمل على سيانة جدران المنتزه الحجرية أسبوعيا على الشكل التالي ساعة واحدة كل يوم 2 ساعة واحدة كل يوم 4 وثلاث ساعات كل يوم 5 يوضح التمثيل البياني عدد ساعات عمل هذا المتطوع على مدى عدد محدد من الأسابيع المطلوب السؤال A ما ثابت التناسب للمستقيم ثم أوجد ميل المستقيم السؤال B اكتب معادلة لوصف العلاقة السؤال C ما عدد ساعات عمل هذا المتطوع في 16 أسبوعا أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة شكرا على المحاولة وإليكم الحل بالنسبة للسؤال A نعلم أن ثابت التناسب K equals Y over X إذا اخترنا هذه النقطة الممثلة بالزوج المرتب 2 and 10 على هذا المستقيم فإن K equals 10 over 2 which is equal to 5 وكما تعلمون فإنه في علاقة التناسب ميل المستقيم يساوي معدل الوحدة وثابت التناسب وبالتالي ميل هذا المستقيم يساوي 5 أما بالنسبة للسؤال B فإننا نعلم أن معادلة المستقيم الذي يمثل علاقة التناسب تكتب بصفة عامة كالتالي Y equals MX حيث M هي ميل هذا المستقيم وبما أن M equals 5 فإن Y equals 5X أخيرا بالنسبة للسؤال C وبما أن Y equals 5X وإذا كان عدد الأسابيع مساوي لـ 16 أي X equals 16 فإن Y equals 5 times 16 أي Y equals 80 إذن عدد ساعات عمل هذا المتطوع في 16 أسبوعا هو 80 من الساعات أي 80 hours ننتقل الآن إلى التمرين 5 صفحة 34 من كراسة التمرين وهذا نصه نمدج مثل المعادلة Y equals negative 10X بيانيا في المستوى الأحداثي أوقفوا الفيديو عزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل التمثيل البياني للمعادلة Y equals negative 10X سيكون مستقيما ويمر من نقطة الأصل إذن فالعلاقة بين المتغير Y والمتغير X يمكن أن نمثلها بصفة عامة بالصيغة Y equals MX حيث M هي ميل المستقيم وبما أن المستقيم سيمر من هذه النقطة أي نقطة الأصل يكفي أن نحدد نقطة ثانية يمر منها هذا المستقيم حتى نستطيع رسمه لكن حسب المعطيات Y equals negative 10X إذن ميل هذا المستقيم مساون لnegative 10 وبما أن الميل مساون لناتج النسبة الارتفاع الرأسي إلى الامتداد الأفقي equals negative 10 over 1 فإنه انطلاقا من نقطة الأصل سنتحرك إلى اليمين باتجاه العدد 1 كامتداد أفقي سينتج عنه تحرك بمحاذاة العدد 10 إلى الأسفل كارتفاع رأسي وبذلك نحصل على النقطة الثانية التي تتيح لنا رسم المستقيم كالتالي ننتقل الآن للتمرين 2 صفحة 35 من كراسة التمرين وهذا نصه ينمذج المستقيم الارتفاع Y لطائرة شراعية بالأقدام على مدى X من الساعات المطلوب السؤال A أوجد المقطع Y للتمثيل البياني السؤال B ما الذي يمثله المقطع Y؟ أوقفوا الفيديو عزائي الطلاب وحاولوا الإجابة على هذه الأسئلة شكرا على المحاولة وإليكم الحل المقطع Y لمستقيم هو الأحداث Y للنقطة على التمثيل البياني التي تتقاطع عندها المستقيم مع المحور Y وبالتالي فالمقطع Y يساوي 3500 عند النقطة 0 and 3500 هذا بالنسبة للسؤال A أما بالنسبة للسؤال B يمثل المقطع Y في هذه الحالة ارتفاع الطائرة الشراعية عند الزمن 0 أي عند لحظة البداية نصل الآن إلى هذه المراجعة السريعة الثالثة والأخيرة حيث كما تلاحظون فإن هذه العلاقة لا تمثل علاقة التناسب لأن تمثيلها البياني لا يمر بنقطة الأصل لذا لا يمكن تمثيلها بمعادلة صيغتها Y equals KX لذلك يمكن كتابة معادلة المستقيم التي تمثل علاقة غير تناسبية بصيغة الميل والمقطع Y equals MX plus B حيث M هو ميل المستقيم وB هو المقطع Y وحسب الرسم المجاور فإن القيمة الابتدائية أو المقطع Y يساوي 125 ننتقل الآن إلى التمرين 1 صفحة 37 من كراسة التمرين وهذا نصه ما التمثيل البياني للمعادلة Y equals negative 1 over 4X plus 2 أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا الإجابة على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل نعلم أن كل علاقة غير تناسبية يمكن أن نمثلها بمعادلة في الصيغة Y equals MX plus B لكن حسب المعطيات فإن المعادلة التي نريد تمثيلها وردت في هذه الصيغة Y equals negative 1 over 4X plus 2 وبالتالي فإن B equals 2 أي أن المقطع Y يساوي 2 عند النقطة 0 and 2 كذلك M سيكون مساوي لـ negative 1 over 4 أي أن الميل المساوي لناتج النسبة الارتفاع الرأسي إلى الامتداد الأفقي equals negative 1 over 4 أي أنه لتحديد النقطة الثانية التي سيمر منها هذا المستقيم سنتحرك خطوة واحدة للأسفل كارتفاع رأسي ينتج عنها تحرك بأربع وحدات إلى اليمين كامتداد الأفقي وهكذا نحصل على النقطة الثانية لم يبقى الآن سوى أن مد خطا يمر من هاتين النقطتين كالتالي نصل الآن إلى آخر تمرين في هذه المراجعة التمرين 2 صفحة 37 من كراسة التمرين وهذا نصه اكتب معادلة المستقيم بصغة الميل والمقطع اوقفوا الفيديو عزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل نكتب معادلة المستقيم بصغة الميل والمقطع كالتالي y equals mx plus b حيث m هي ميل المستقيم و b هي المقطع y هذا المستقيم يقطع المحور y في هذه النقطة وبالتالي b equals 5 سنختار الآن هذه النقطة الثانية لحساب ميل هذا المستقيم تعلمون جيدا أن ميل المستقيم مساون لناتج النسبة الارتفاع الرأسي إلى الامتداد الأفقي equals التحرك بثمان وحدات إلى اليمين يعطينا امتداد أفقيا مساون لـ 8 سينتج عنه تحرك بوحدتين إلى الأعلى أي أن الارتفاع الرأسي مساون لـ 2 وبالتالي فميل هذا المستقيم مساون لـ 1 over 4 بعد التعويض عن b و m في هذه المعادلة سنجد أن y equals 1 over 4 x plus 5 وهي معادلة هذا المستقيم بصغة الميل والمقطع إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية هذه المراجعة للوحدة الثانية شكرا على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثامن